موسيقى دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك ما هو سبب رئيس الفشل القلب اذا بتقصدي ضعف عضلة القلب او هبوط عضلة القلب فهي لها اسباب كتيرة جدا لكن في اسباب شائعة وفي اسباب اقل شيوعا او اقل اهمية اكتر سبب شائع لضعف عضلة القلب هو ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم المرتفع عشان كده من الضروري ان احنا نشوف ضغطنا من حين لاخر ونفحص الضغط بصفة دورية لان ارتفاع ضغط الدم هو احد الاسباب الرئيسية لضعف عضلة القلب السبب التاني المهم هو ضيق الشرايين التاجية او قصور الشرايين التاجية اللي هو احنا بنسميه الزبحة الصدرية وجلطة الشرايين التاجي اللي هي تقع تحت بند قصور الدورة التاجية لما بيقدم مش واصل كويس لعضلة القلب فمع مرور الزمن بيحصل ضعف في عضلة القلب ده سبب مهم في اسباب تانية زي مثلا الحمى الروماتيزمية اللي بتصيب الاطفال وبتكبر معاهم بعد ما بيكبروا اذا كان في سلف في صمامات القلب ده بيؤدي الى ضعف في عضلة القلب والحمى الروماتيزمية كانت شائعة جدا في مصر لكن دلوقتي الوعي بها اكتر فعشان كده قلت نسبة الاصابة بالحمى الروماتيزمية في اسباب تانية برضو في بعض الانواع الفيروسات ممكن تأثر على عضلة القلب بتسبب التهاب في العضلة نفسها والالتهاب ده بيسبب ضعف او فشل في وظائف فالاسباب متعددة لكن اهمها ارتفاع ضغط الدم وخصور الدورة التاجية دكتور كنا عايزين نعرف ما هي المعتقدات الشائعة حول موضوع ضغط الدم المرتفع والعلاج كيفية العلاج منه طبعا ضغط الدم المرتفع ده حاجة ايضا شائعة جدا ومن الاخطاء اللي الناس فهماها ان ضغط الدم ده لازم يكون ليه اعراض لازم يعمل صلاع في حين ان ده مش صحيح معظم حالات ضغط الدم المرتفع بتكون غير مصحوبة باعراض مش لازم يكون العيان عنده صلاع واذا عنده العيان صلاع مش لازم ده يكون نتيجة ارتفاع الضغط الصلاع ليه اسباب كثيرة مختلفة احدهم هو الضغط الدم المرتفع ولما يوصل لمعدلات مرتفع جدا لكن ضغط الدم بيسمى القاتل الصامت ليه الصامت؟ لانه ممكن يكون ضغط دمي عالي وانا مش شاعر بحاجة وبعدين تحصل المضعفات واكتشف ساعتها ان ضغط الدمي كان مرتفع بقاله فترة طويلة وهو اللي ادى الى هذه المضعفات التي كان يمكن تفاديها لو انا اكتشفت هذا الارتفاع مبكرا عشان كده اهمية الكشف الدوري على ضغط الدم فضغط الدم هو قياس وليس احساس قياس وليس اعراض اللي بيعتمد على اعراض لتشخيص ضم الدم ضغط الدم فهو مخطئ في حاجات شائعة برضو خاصة بضغط الدم مالهاش اساس يعني مثلا اقولك ايه انا ضغط الدم عالي ومقعد اشرب كركديه سائع وبينزل ضغط الدم الكركديه ليس له علاقة بانخفاض ضغط الدم من قريب او من بعيد ما بيأثرش خالص على ضغط الدم اذا ضغط الدم عالي لازم اروح للدكتور واذا كان لازم علاج يبقى ااخد هزا العلاج المفهوم التاني التالت الخاطئ ان علاج ضغط الدم هو ادوية فقط لا علاج ضغط الدم قبل الادوية ومع الادوية هو نظام حياة انظم حياتي بمعنى ان لو واحد وزنه زيادة لازم يخس في الوزن كل اتنين تلاتة كيلو بخسهم في الوزن دول مخصومين من الضغط وايضا كل ما زيد في الوزن كل ما كان عرضة ان يجيلي ضغط الدم المرتفع لان الضغط يتناسب ترضيا مع الوزن اشي كده واحد يقولك وانا صغير كان ضغطي واطي دلوقتي ضغطي عالي ايه الحكاية الحكاية ان كنت زيت في الوزن فزيادة الوزن بيتبحى زيادة في ضغط الدم فاهم حاجة الانقاص من الوزن ده الوحده احيانا بيكون كافي لان الضغط يتزبط تاني حاجة الاقلال من الملح في الاكل احنا متعودين نحط ملاحة على الاكل ونعود نحط طيب ما احنا قدين الملح الكتير بيؤدي الى ارتفاع لضغط الدم ومريض ضغط الدم مرتفع لازم يحرص ان الملح بتاعه يكون اقل من العادي مش بس العادي لازم اقل من العادي يعني مفيش طبعا مخللات مفيش فسيخ وبلوحة مش بس كده لكن نفس التست بتاع الطعام لازم يكون الملح في اليه تالت حاجة مهمة في علاج ضغط الدم هو الرياضة ممارسة الرياضة ده علاج للضغط وايضا علاج الانقاص الوزن بس المهمة في مسألة الرياضة المواظبة يعني انا اعمل الرياضة مش حين ما يصره لا لازم كل يوم كل يوم على الاقل ست مرات في الاسبوع امشي ولو نص ساعة مش ماشي تشوبينج لكن ماشية ماشيتة وماشية رياضية ده مهم جدا لتنظيم الدورة الدموية والانقاص الضغط يبقى احنا قلنا الوزن وقلنا الملح وقلنا الرياضة طبعا التدخين لو الواحد بيدخن اهم حاجة حاجة عشان ضغطه ينزل انه يمتنع عن التدخين عن التدخين في بارضه بعض الادوية اللي احنا بناخدها ومناخدش بالنا منها بتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم يعني ادوية الروماتيزم او المسكينات اللي الواحد بياخدها عمال على بطال عشان عنده واجع فمفاصله ولا عنده صلاع ياخد ادوية زي الكتفلام زي الكتفاص زي البروفن زي الفولترين على المدى الطويل كل الادوية دي بتؤدي الى اه ارتفاع في ضغط الدم على وعلى تأثيرها السيء على الكليتين ادوية البرد الادوية اللي بتنشف المناخير كلها بتقبض لوعية دموية وتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم نقط المناخير ممكن تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم في الواحد ياخد باله من الادوية اللي هو بياخده فاذا علاج ضغط الدم مش ادوية بس لكن ايضا نظام حية مرسي جدا يا دكتور كنسا عدقة جدا بجود حضرتك معنا السنة دي في كوديواليكس شكرا موسيقى موسيقى موسيقى